السجن اللي طالبة الطب في فينا رحبت بهجوم حماس على إسرائيل دي القصة دي أو الخبر ده بطلته طالبة في كل الطب بعد الهجوم من حماس على إسرائيل كتبت على الفيسبوك رسالة تعليق وتعليق نعم على تسبب أخذ على أنها ترحب بالهجوم على حماس وحكم عليها طبعا بثلاثة أشهر مع الخوف التنفيذ يعني بصراحة هذا الخبر أنا برأيي بصراحة ليش حبينا احنا اليوم نتناوله لأنه على ما يبدو هذا انتقائي للغاية يعني نحن بغض النظر اتفقنا ام اختلفنا احلى المشاهدة اتفق ام اختلف مع تنظيم حماس إرهابي غير إرهابي هذا شيء آخر ولكن لماذا تم اختيار هذا الشخص وهذه الشابة وتم مقاضاتها بناء على هذا التعليق يعني بصراحة بتابعة التعليق لو يشوفوا التعليقات اللي تصير عنها على إنفو جرات أوه أشكال وألوان يعني دعم الإرهاب ودعم التطرف والتشهير والسب والشتم والقضح والكذر أوه ستقوم القضايا ولا تقعد بصراحة لو يشاهدوا فبصراحة هذه القضية غض النظر التفقر اختلفنا مع مضمون القضية ولكن هذا بصراحة شيء محزن من مبدأ أنهم انتقوا هذا التعليق مع أنه يوجد مئات الآلاق من التعليقات المشابهة التي تمجد لينهار بحماس طيب طيب الجرائم الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في حال قام أحدهم باستنكار هذه الجرائم أو في حال قام بتعظيم آل شكرا إسرائيل على قتلك الفلسطينيين لا أعتقد يوجد من سيحاكم هذا الشخص في حال قام أحدهم بتمجيد أيضا الجرائم التي تقوم بها إسرائيل فبالتالي هنا يوجد ازدواجية معايير بصراحة والحكم الذي ظهر تلاحظ أستاذ مضوح ثلاث أشهر مع وقت تنفيذ حكم تأديبي حكم رادع يعني لا تعديها مرة تانية ما حدا يعمل هي هي أعترفت أنها لم تكن تعرف أن حماس بغض النظر أنا لا أتدخل بتفاصيل الحكم والكذا ولكن هذا شيء انتقائي بصراحة حق أريد به باطل هذا ما أقوله